تجولنا عبر عديد المحلات التجارية للاستفسار حول عملية تعميم الدفع الإلكتروني فكان هذا رد التجار لا لا ما زمد نستعملوا فيها أنا نباشروا في الإجراءات التحب بش نستعملواها إن شاء الله أنا متوفرها عنده أحد نافو ما هكذا سوال معلوه وكانت معلوه وما يعرفوا لهذا سوال معلوه وقبيروا فوق التاجر والزبون هم الفاعلان الأساسيان في عملية انتقال الرقم للنشاط التجاري لذلك حاولنا معرفة مدى استجابة كلا الطرفين من خلال الأرقام والمعطيات التي استقصيناها فوجدنا أن عدد الزبائن الحاملين للبطاقة النقدية يقارب ثمانية ملايين ونصف زبون أي ما يعادل سبعة وعشرين بالمئة من إجمالي الزبائن أصحاب الحسابات الجارية في الجزائر سواء بريدية كانت أو بنكية طلب جيد مسهل يقوم به صاحب الحساب البريدي الجاري أكيد أنه مقدروش أن نصنعوا بطاقة دون طلب منه لأنها ترتب عليها كذلك رسومات نحن أكيد نشجع أكبر عدد ممكن من الزبائن أنهم يتحصلوا على البطاقة الذهبية أما الطرف الثاني في المعادلة وهو التاجر الذي يفرض عليه توفير الجهاز فهنا نجد أن أقل من واحد بالمئة من التجار استجاب لهذا القرار الزمية رأي توقع على المتعامل الاقتصادي بالدرجة الأولى لتوفير هذا الوسائل تعدفع الإلكتروني للزبون سواء كان يقدم له خدمة أو يبيع له منتوج وبتالي هدو هم الفئة التي نركز معها مؤخرا أضف إلى ذلك المشرع الجزائري لكي نكون في الصورة هذه الإلزامية حقيقة تم تأكد عليها وتحديد آجال لبعد انقضائها يتم تسليط عقوبة وغرامة مالية على التاجر لما يمتثلش لتقدر بخمسين ألف دينار جزائري وما هي فائدة التفعيل الإلكتروني على الاقتصاد الوطني؟ الفرق بين أموال مكنزة لا تستعمل وأنها في بلوك أو في مؤسسات لي تستعملها وعود تستعملها تمول بها مشاريع تمول بها تنمية الاقتصادية عرفوا بلي تعود فيدا للجزائر اليوم أصبح الانتقال للاقتصاد والتجارة الرغمية حتمية لا مناصة منها وعلى السلطات العمومية التفكير بجدية للانتقال إليها للقضاء على المشكل السيولة والتجارة الموازية